الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في اللقاءات الماضية رأينا كيف أن قريش كانت تضغط في اتجاه وتفاوض في الاتجاه الآخر تعذب تضطهد تطلق الأراجيف والشبهات تحاول صرف الناس عن الاستماع إلى القرآن الكريم ومحاولة اللغو فيه لكي لا يسمعه الناس وفي نفس الوقت كانت تفاوض كانت تلعب على كل الحبال وكلما اشتدت شوكة المسلمين وقويت كانت قريش تفاوض النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في طريقه سائراً إلى الله في دعوته يدعو إلى الله عز وجل صابراً محتسباً يوجهه ربه يرشده يأمره وينهاه ويقود خطاه النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب لضغوط المفاوضات وإن كانت ضغوطاً كبيرة لدرجة أيها الإخوة الأحباب أنه كاد يركن إليهم ولقد كت تركن إليهم شيئاً قليلاً وكانوا يريدون منه أن يدهن بعض الشيء ليدهنون ولكن كما قلت في لقاء سابق مسألة العقيدة والمبادئ ليس فيها مفاوضات ليس فيها أنصاف الحلول نزلت صورة الكافرون لتحسم هذا الأمر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون أنتم يا معشر قريش على باطل أنتم يا معشر قريش على جاهلية أنتم يا معشر قريش على ضلال كيف يلتقي الضلال والهدى كيف يلتقي التوحيد والشرك كيف يلتقي الإيمان والكفر لا أنصاف حلول لا اعتراف بشرعية الباطل افعلوا ما تشاء في نفس الوقت أيها الإخوة الأحباب كان القرآن الكريم ينزل يأمره بالصبر واصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واصبر وما صبرك ولكن ليس ذلك الصبر السلبي ليس ذلك الصبر الذي ينزوي في زوايا في زاوية من زوايا الدنيا غير عابئ بما يحدث للبشر ولكنه الصبر المشفوع والمقرون بأخلاق معينة الآية الأولى الله تعالى يقول له واصبر لحكم ربك معها ولا تطع منهم آثما أو كفورا الصبر الإجابي الذي يكون معه عدم طاعة هؤلاء الآثمين الكفرة ألا يجيبهم لدعوتهم ألا يجيبهم فيما يريدون من المهادنة الآية الثانية فيها واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون ما هو شهدك الصبر الذي يقتل النفس يا محمد اصبر لكن لا تكو في ضيق مما يمكرون لا تدع نفسك تخضع لهذا المكر فتقتلها يا محمد اصبر لكن دول أن تقتل نفسك لا تكو في ضيق مما يمكرون الآية الثالثة واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا مع الصبر هناك الهجر الجميل الهجر الذي فيه السماحة والعفو ولكن ليس فيه مسومة الباطل ليس فيه معايشة الباطل ليس فيه الركون إلى الباطل ولكنه الهجر الجميل لا تدخل معهم يا محمد في مواجهة خاسرة لا تدخل معهم يا محمد في معركة لا تنتهي في الغالب إلى خير ولكن يا محمد ادعو إلى الله واصبر ولكنه الصبر الذي معه الهجر الجميل هناك آية أخرى فاصبر إن وعد الله حق الصبر المقرون بالأمل الصبر المقرون بالرجاء فيما عند الله عز وجل إن وعد الله حق يا محمد إن وعد الله حق فلا تركا إليهم اصبر لأن الله سينصرك في النهاية سينصر دينك أيها الإخوة الأحباب في هذه الظروف قريش كانت تخطط في جميع الاتجاهات تفاوض تضيق تضرب تؤذي تسفه لكن كان عندها مخطط آخر بينما كان رسول الله مستمرا في دعوته حاولت أن تحاصره إعلاميا خاصة وإن موسم وفود الحجيج إلى بيت الله الحرام طبعا الحج انتع المشركين قد أزف خاصة وأهل القبائل قد أطلت طلائعهم إلى مكة المكرمة وخشيت قريش أن يؤثر خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء فاجتمع الملأ من قريش على أن يوحدوا كلمتهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم لمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم ولحصاره إعلاميا انظروا أيها الإخوة الأحباب إلى أهمية الإعلام سواء في حرب الإسلام أو في مناصرة الإسلام لإعلام سلاح فتاك يستعمله الظالم ويستعمله العدل يستعمله المجرم ويستعمله الصالح المصلح فهو سلاح أيها الإخوة الأحباب اجتمع الملأ من قريش قالوا تعلمون والله أنه قد جاء وقت الحج وأنتم تعلمون كلام محمد وماذا مدى سحره ومدى تأثيره في الناس فاجتمعوا على قول واحد ما هو وحد يقول هذا ساحر والأخوة يقول مجنون وحد يقول ذاك وحد يقول ذاك فإذا تفرق القول فيه شك الناس اجمعوا رأيكم على رأي واحد وكان أكبرهم في هذا المجلس الوليد بن المغيرة وكان ذا سن وذا عقل فيهم فقالوا نقول ساحر والوليد سكت قال لهم بعد أن استمع إلى كلامهم تعلمون والله أني أعلمكم بالسحر ما هو بالسحر ولا نفسه ولا عقده ولا عقده معناها الناس يفرقون بين هذا الكلام الواعي الجميل البناء الحضاري وبين السحر الغير مفهوم الكلام اللي فيه زمزمات فيه عقد نفسه هو يعني خلطة قالوا إذن نقول كاهن قال والله ما هو بالكهانة ولقد رأينا زمزمة الكهان ورأينا كلامهم وسجعهم ما هو والله بذاك قولوا غير ذلك قالوا إذن نقول مجنون قالوا والله ما هو بالجنون ولقد رأينا الجنون وتخبطه ووسوسته واختلاطه إذن ماذا نقول قالوا نقول شاعر العرب أعلم الناس بالشعر قالوا والله تعلمون أني أعلمكم بالشعر ما هو بقريضه ولا مقبوضه ولا مبسوطه ولا رجزه ولا رجزه ولا رجزه إذن ما هو بكلام الشعر قالوا إذن ماذا نقول قالوا أقرب ما يمكن أن يصدقكم فيه الناس أنه كلام ساحر يفرق بين المرء وابنه وبين المرء وزوجه واجتمعوا على ذلك وانطلق الملأ منهم يتعرضون ويعترضون القبائل في الطرقات أن مكة قد ظهر بها رجل يزعم أنه نبي وإنه ساحر فلا تسمعوا له وبذلوا في ذلك المال والجهد والوقت والتعب والأرق وكان من أنشط الناس في حصار النبي عليه الصلاة والسلام إعلاميا عمه أبو لهب فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أراد أن يستغل الفرص بالمناسبة أقول لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن من يتقن استغلال الفرص جاء الوفد جاءت الوفود إلى مكة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليهم في مضاربهم في الأماكن اللي يضربون فيها خيامهم لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر أن يأتي الناس إليه هو صاحب رسالة صاحب دعوة هو الذي ينقل دعوته إلى الناس فكان يذهب إلى الناس في مضاربهم يدعوهم إلى الله فيتبعه أبو لهب ويقول لا تسمعوا له فإنه ساحر وأنا عمه وأنا أعلم الناس به رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الحصار الإعلامي يضايقه وكان يأتي القبائل في النهار غير النبي صلى الله عليه وسلم استراتيجيته أهل مكة في الليل طبعا يبيتون على سكر وفي مجالس اللهو ومجالس اللغو فاستغل النبي صلى الله عليه وسلم الليل فكان يذهب إلى القبائل ليلا تحاصرني في النهار معليش أتحرك ليلا وهذا هو حال الدعوة إلى الله كمثل نهر جار إذا ألقيت حجرا أمام هذا النهر ماذا يفعل النهر هل يتوقف أم أنه يلتف يمينا وشمالا ويواصل مسيره النبي صلى الله عليه وسلم التفى عليهم حاصره في النهار ذهب إلى القبائل ليلا أيها الأحباب كان من نتيجة هذا الحصار الإعلامي أن قريشا قد صنعت دعاية مجانية لهذا الدين والله تبارك وتعالى يستدرج أعداءه من حيث لا يعلمون وهذا من كيد الله من مكر الله والله خير الماكرين ويكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم الويدا يحسب الظالم يحسب الطاغية والمجرم أنه يكيد لهذا الدين فإذا به يكيد لنفسه من حيث لا يشعر هؤلاء أرادوا أن يحاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصنعوا له دعاية ولدعوته دعاية بالمجان فجعل الناس يتساءلون من هذا الرجل الذي حير قريشا كل هذا الحد من هذا الرجل وما هذا الكلام الذي أحدث هذه الضجة في مكة وكان من نتيجة هذا الإشهار المجاني أن أسلم كثير من الناس كالطفيل بن عمر الدوسي وضماد الأزدي وأبي ذرن الغفاري وغيرهم كثير الذين أسلموا نتيجة هذه الدعاية المجانية أرادوا أن يضيقوا على رسول الله في مكة فانتشر خبره في الآفاق لأن كل قبيلة عندما تعودوا إلى مضاربها إلى أصلها من عادة الناس أنهم يسألون ما أخبار مكة ما الذي رأيتموه ما الذي سمعتموه كان أول خبر ينشر في الآفاق ظهر بمكة رجل يزعم أنه نبي فبينما أرادت قريش أن تحاصر إذا هي تنشر دعوة الله في الآفاق وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاصر قريشا حاصرها في الحبشة عن طريق المجموعة عن طريق الصحابة الذين ذهبوا إلى الحبشة وانتشر خبرهم في الحبشة وناصرهم الملك ملك الحبشة يومئذ حاصر قريشا داخلها إذ أسلم كثير من أبناء الملأ من أبناء الزعماء وحاصرها في القبائل العربية إذ بدأت القبائل تسمع بهذا الدين وتسمع برسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ الناس يتوافدون ليعلموا خبر هذا الرجل أيها الإخوة الأحباب ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا